السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة كنتمنى تكونوا بالخير والأخير يا رب كنتمنى للفيديو يلقاكم في أسم الصحة والعافية أرجعت لكم اليوم فيديو جديد بأقوى بديل آلة الصنع الريب بطريقة سهلة وسريعة بلا تنجرة بلا كسكس بلا مسخون بلا ما تتمحنوا يعني فكرة رائعة وحصرية كنتمنى انها تنال إعجاب دي لكم وانكم تستفدو منها وكنشكركم بسبب زفعة المتابعة باتنسوني يشبلايكو البارتاج وفرجة ممتعة وكيما كتشوفوا معايا بالنسبة لهد الكؤوس فاش غدينديرو هد الريب هدا راهم غير 3 الدرهم يعني عمليين ورائعين بالزجاج كنتمنى اللي لقيتوهم تاخدوهم فعلا نعجبوني وبنتقاسمهم معاكم دابا غديندوزو لهد طريقة هدي باش نتعرفو كذلك على هد بديل آلة عندوزو دابا الطريقة تتحضير كيما كتشوفوا معايا هنا يجب تانية اللي غديندفق النار وانية اخرى بالنسبة للحليب غدينحتاج واحد لتر ديال الحليب استعملوا انتم الحليب اللي بغيتو غديندير هنية الحليب ديالي فاد الانية وغدينشيط غير كاس يعني كاس اولا كاسونس اللي غدينخلي بلا طياب كما غدينشوفوا معايا دابا وبنسبة الحليب الاخر غديندفق النار حتي الحقلية لدرجة الغليان وانقول لكم دابا شنو غنضيف لي يعني هنيا قدرت تقريبا كمية كتير ديال الحليب خليه يتغير واحد كاس ولا كاسور باع غدينديرو فاد الانية الاخرى يعني طريقة سهلة و سريعة بالنسبة للحليب ممكن تستعملوها على بعرغم يكوش بخلط بالماء دابا هاد الحليب هادالي فاد الانية نضيف ليه السكر السكر سيبقى ليكم الاحساب الضوغ هنا نضيف واحد جمع القاس وغدينديروه حتي وصل ليه درجة الغليان حتي طب الحليب باش نضيروه تتيم ماء ديال تحتير ودا بعد مادية الحليب ديال فوق النار بنسبة الى الحليب اللي بقالية ممكن تضيف لي كدلك شوية ديالسكر ممكن لا انا انا نضيف غلي مع القوحدة اااا نكن بغوشي الياغورت حلو بنسبة الناس اللي متى بغوش يعني اكتافي وغيبوك تجوج مع القوحدة بنسبة الفاني تتبقى غيريه نوكها انا تنشيش عجبني نوكها ديالفاني لما بغاش ما يضيفهاش اااة صافي وبنسبة الياغورت يعني دروري يكون عاقد إذا كان ما عقد شرمه ما عادش يجيكم الياغورت عقد اللي غادي تصيبه غادي نضيف هات الياغورت ديالي خده أي نوع انتو ما بغيتو أنا درته بنوك هات الفاني غادي نوضعه معادي الحليب هادا وبالنسبة لواحد إضافة أخرى اللي تتبقى اختياري وهي الحليب مجفف يعني حليب غبراء أنا تعجبني نضيفه ديما في أي ياغورت درتو أو لا يعني كتعجبني للا تعجب الماداق ديالي وكذلك وكيزيد أنه كيعطيه واحد للدرائع دبا غادي نخلط هات العناصير مزيين حتي نسجموا لي ضروري خسكم تخلطو اولا تديروا فاحت القارورة كما درنا في دانب يعني باش ما يبقوش نهائي الحبيبات يعني خسد ذاك الحليب المجفف فقسو يتخلط مزيين وذاك الياغورت يعني يتخلط هات الخالب مزيين دبا غادي نجيب الخالب ديالي اللي درنا فوق النار بعدما طب لي الحليب والحق درجات الغاليين دبا بعدما جبت هات الكاثرون هاتي شنو غادي ندير ضروري ما تهيرها بقاء يعني رح يتفوق النار ما كان خليها لتبرد لتشي حاجة هدا سير من أسرار نجاح هات الريب كذلك غي كنحركها غي واحد شوية بحلاكة صافي وكنضيف لها مباشرة هات الخالب مع التحريك المستمر وكنضيفو شوية بشوية كي ما كتشوفو معي ما تخافوش رماتي تقطع موالو هاد الريبرا معتمد عندي من سنين كنغيرو مره مره اما الطريقة ره نفسها والمقادير نفسهم سافي كنخلط يعني اخصاد الريبرا سير هادو ينسجمو لي مع بعض دبا غادي نضيفوهم في الكؤوس وغادي نجيبوه باش نتعرفو على بادي الالة بالنسبة لهاد بادي الالة كي ما كتشوفو معي وهو ورق الالمينيوم طريقة يعني حاصرية جربتها عجباتني ولقيت العلانة جيجو بتنتقاسمها معكم يعني بلا ما تتعدبو لبما سخو لبتنجرى لبتشي حاجة يعني هاد الورق هادا دي الاليمينيوم كيخلي الريب ديك المودة اللي كيحتاج باش انا هو يروب كيبقى ان يتسخون في ديك المودة اللي هو كيحتاج بلا ما انكم تبقاو تتعدبو بتنجرى بادي بادي غير هو كتفضعو في اي مكان وكتبقاو تتعملو عدة مرات يعني مش غير مره وكتلحو به دبا غا نستف الكؤوس ديالي غير فرش في شي حاجة تحتو شوية تكون سخونة وشي هاكا شيمين ديال او لا اي حاجة يعني ما ديوش مباشرة هاكا على الارخامة صافي دبا نحط الكؤوس ديالي كاملين باش زوينين يعني عندهم سيطو يعني عندهم هاد القفيل هادو وحاولوا ان هاد الكؤوس هادو يعني تزحموهم يعني تديرو محدة بعد ما سبعدوهمش دبا غا ديال خالد ديالي كامل كيما كتشفو را باقي سخون يعني لادرتو اسبعكم را كتحسو بالحرارة ماشي دافي او لشي حاجة يعني را طيب وما تخافوش يعني هاد الطريقة هادو را بسرعة كيوجد الريب وكي يجيل ديد بزاف وصراحة جدربوه ردالية دبا غا نديرو فالكيسان كاملين بنسبال هالكيمية هادو كالدلية ثمنية ديالكؤوس كيما كتشوفو هاد الكؤوس هادو يعني را كي هزو القياس ديالك ازدلان با انا عبرتهم عجبوني الصراحة يلقيتهم غا خدوهم را غا تلا سدراهم كي ما قلت لكم في بداية الفيديو صافي دبا غا دين نقفل على هاد الكؤوس كاملين بعد ما ضفت قاعد الكيمية اللي بقات ليه وغا دينحاولو اننا نلفو عليهم هادو الوراق هدا ديالاليمينيوم فعلا فكرة سحرية وغا ديبقى وقابة للحرارة بنسبال ما تحتاجوش انكم تديرو مانطا بالاخاص لكالحال سخونه كتشدوغي واحد المين ديال صغير فوق منهم ولا تخليو غير ورق الاليمينيوم كافي يعني لا داعي باش انكم تغلفوا وتديرو المانطا تديرو هادو الطريقة هادي ركتشد الحرارة الكافية الوقت الكافي باش ان الري بيوجد معانا صافي دبا غا نلفو مزيان كما كتشعرفو يعني را ورق الاليمينيوم وبين اي حاجة تبقى انها سخونة ركتنلفو عليها صافي غا تتلفو مزيان ما تخليو حتيش بلاسة يعني ما تلفوش بها تشكل هادا تحاولو تتقبط مزيان عالكووس صافي فاد الاثناء هادي ممكن جيب شمين ديل ممكن بلاشي لك الحال برد ممكن تغطيوه كدلك بواحد جوج ماناديل او لغي واحد كل حال صخورة ما تحتاجوش انا عندي لغي فوتا صغيرة كي ما عندي تشوفو معايا دابا وهاد الكووس هادو مايتحركوش يعني ما خاصكمش تحطوهم فاحد المكان اللي ما تحولوه ما تحركوه ما تشي حاجة كدلك هذا سير من اسرار نجاح دي الري بادا كيبقى هاركا انا في الحقيقة درسوه في الليل يعني هو كيحتاج من 6-8 سوية من الافضل 8 سوية بحل الالة انا درسو في الليل الصباح بإذن الله غنطلقى معاكم باش تشوفو كدلك كيفاش كي يصبح شكل ديالو صافي دابا نخلي الريب ديالي تلصباح ونطلقاه ودابا بعد ما صبح الحال كيبتشوفو معايا بتطبط انا دبوز الريب ديالي 8 سوية كما كتشوفو معايا ما كيحتاج لتناشر ساعة لاشي حاجة يعني بحلو حل الالة بسرعة كما كتلاحظو غادي نندوز دابا باش نشوفو كيجا در ريب ديالنا لاحظو ما شاء الله بالنسبة للريب دابا ندوز نحل معاكم باش تشوفو كيجا كداليك بحضو معايا يعني الريب ديالنا باقي ما بردش باقي ما درش تلاجة وراه قاب تراصو وراه عاقد يعني ناجح مليار في المياه غير جربو هرت دوليا باقي دابا غادي ندخلو في تلاجة وغادي تشوفو النتيجة النهائية يعني كيفاش كيجي كدالي تشوفو القوام ديالو دابا براها يعني باقي ما دخلتوش نهائية للتلاجة كما كتلاحظو معايا ولكن راه ناجح يعني كاس بكاس واختشوفو كاملين يعني كلهم بحال بحال مكينش شي كاس يعني اللي تلقاو هاكا يعني ما بقاب تراصو او لمعااقدش صافي دابا غا ناخد هات الكيسان ديالي غا نديرو في شي علبو ندخلو متلاجة فاش غاي بردو غادي تدوزو تشوفو معايا شكل نهائي ديالهم كدالك وكيفاش كيجي ووبصحتكم ورحتكم اندخلو متلاجة متلقاو شوفو شكل نهائي ديالهم ودابا بدمحية الكوز ديالي متلاجة انا رازربت عليهم جمع خليهم بردو مزيان غادي تشوفو معايا شكل ديالو النهائي وكيفاش كيجي القاوم ديالو يعني ما شاء الله كيشي عاقد وخات قلبو الكاس لاحظوا معايا يعني وخا نقلبو الكاس وخليهم مودة يعني ما كيطاحش نهائيا رايب نجح مليار فلمية يعني جربوه بعينيكم غمضين بهالطريقة هذي بدون عناء يعني طريقة سحرية فعلا ورايب تيجي ناجح ومضمون ديبغ نوريكم كؤوس كاملين لاحظوا معايا يعني ما شاء الله كلهم كيجيوا عاقدين وقت ما خليتهم فتلاجة قد ما كان احسن باش يعقدوا يقبط راسهم زيان ديبغن ندوزو باش انكم تشوفو كذلك القاوم ديالو كيجم الداخل يعني كلهم الكؤوس وخا غادي نحطهم قاعنا هكا نقدمهم لكم باتشكل هاته واتشوفو كذلك وخا ننقلبو الكاس ونخليه ما كيطاحش نهائيا لاحظوا معايا يعني كلهم الكؤوس ما شاء الله يعني رايب ناجح وكيجي لديد بزاف غيضيرو بنفس المقادير اللي عطيتكم وارضوا علي الخبار راكي يجي ما تشبعوش منه غيو ليم معتمدعتكم انا رأي ثنين وانا كان ديرو ديبغن ندوز باش اناني نوريكم كيجا الشكل ديالو النهائي فضل صغير باش اناني حط الكؤوس تشوفوهم كاملين لاحظوا معايا يعني كلهم الكؤوس ما شاء الله كله كيجي ناجح بديل الالة حسن منه هذيك الالة اللي غتضيع لكم الضو تاخذ لكم بزاف ديال الوقت وبالاخص انها هكا تضيع الضو يعني تمنيه تزويع والبريزراكب يعني راح بزاف لا داعي احسن حاجة كتبع نشريها تلقيتها مشي عملية وفضلت اناني نبقى دير رايب غيب هالطرق العادية دابغن نوريكم الرايب كيجا كذلك من داخل قوام ديالو نجيب واحد مع القوت شوفو ما شاء الله يعني راكي يجي عاقد وكيجي الديد بزاف وحسن قعملي كيتباع نهائي ديالو كنتمنى يعجبكم وهنا كيكون الفيديو ديال نسلة وكنتمنى الطريقة والريب ديال اليوم انه هنا الاعجاب ديالكم وتجربوه بإذن الله وتشكركم بزاف زافة المشاهدة ما تنسونيش بلايك وتبارتاجوا فيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش فائدة ساموا كذلك تشجيع للقناة وانتظروا الجديد ديالي والى حسة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا للمتابعة